شابتن هاني النهاردة المواجهة كنت شايف انه كان يحصل افضل من كده من النادي الاهلي انا اول حاجة بس عايز اتكلم فيها كريم انا عايز اشكر لعابة النادي الاهلي اه ان هما وصلون يعني خلونا نوصل ان انت بتلاعب احسن فرقة في العالم وعادي منحلل وبالزبط وبتحلل الفرقة وبتقول ان احنا لأ احنا زعلانين ان احنا نخسر بالشكل ده من النادي المدريد فدي حاجة يعني دي حاجة انجاز صح يعني اللعابة الصراحة النهاردة اه اعملوا عليهم مفيش حد اثر صغد النظر عن الفرص اللي ضائعة فرص ضائعة يعني كتير جدا اكتر من ثم فرص وفيهم حوالي خمس او ست فرص محققين ان انت تحرص منهم اهداف اهداف كمان مؤكدة اه النهاردة اللعابة عمل الجيم هايل بصراحة مفيش حد اثر كان فيه سوق توفيق النهاردة عند محمود متولي عدم تأدير الكورة وجولي التاني نفس الكلام برضو اه عدم تمركز من عبد المنعم مع انه ادى اداء رجولي النهاردة صح اه فيه لعابة ما كانتش في حالتها برضو بالنسبة للخط الهجومي وفيه حاجات هنتكلم فيها طبعا اكيد بداية التشكيل ازاي وان الرجل النهاردة ازاي ان هو بقاله فترة بيلعب بتلاتة التكاز في نصف الملعب والنهاردة ههي لطريقة وانت بتلعب وصادفرة كبيرة زي رائل مدريد يعني اسكان رائل مدريد بيلعب بتلاتة في نصف الملعب انت النهاردة بتلعب باثنين وقفشة كلنا عارفين ان ادوار الدفعية بتبقى مش زي مش زي حمدي فتحي يعني انت النهاردة جذفت الماتش اللي فاتت اه انت عملت جيم كويس وعملت مقراء كبيرة لكن النهاردة كان لازم بقى فيه تحافظ اكتر من كده